كيفية تأثير المشاكل والخلافات الزوجية على الأبناء سيكون موضوع فقرتنا التالية مع الدكتورة لينا خليفة أخصائية العلم التربوي وأيضا مع دانا صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك شكرا هيثم ومعنا زي ما حكى هيثم للحديث عن موضوع مهم جدا وهو الخلافات الزوجية وتأثيرها على الأبناء مع الدكتورة لينا خليفة أخصائية الصحة النفسية صباح الخير صباح النوم أهلا وسهلا فيك نشكرك بداية على اقتراح هذا الموضوع وطرحه لأنه دائما منحكي عن تربية الأبناء وتنشئة الأبناء ومرات منلوم الجيل الجديد على يمكن عدم اكتراثها أو على المشاكل اللي بيطلع فيها ولكن ما منرجع مرات للأهل البداية ما رح نحكي عن الخلافات رح نحكي قديش إحنا كأهل لما نقرر في البداية إنجاب الأبناء منكون مستعدين لمسؤوليتهم وتربيتهم تربية سوية هلا للأسف إحنا يعني أغلبنا أغلب الأمهات والأباء بكونوا غير مستعدين وغير مؤهلين لإنجاب الأطفال أنا بتمنى من كل أم وكل أب قبل ما يقدموا على خطوة إنجاب الأطفال يسألوا أنفسهم هل إحنا مستعدين؟ هل إحنا مؤهلين لإنجاب الأطفال؟ هل عندنا القدرة الكافية للتفاعل مع الأطفال؟ عندنا المعرفة؟ عندنا الحد الأدنى من الثقافة والعلم المطلوب؟ طبعا تربية الأطفال في هذا العصر صار تحدي من التحديات لأنه أنت شايف الأمور كيف عم تخرج عن السيطرة فعشان نقدم على خطوة إنجاب الأطفال يجب أن نكون متأكدين أنه نحن على أتم الاستعداد لتربية هذا الطفل ومن ثم نقدم على إنجابه يمكن من هون بداية المشاكل دكتورة لأنه اللي متعودين بمجتمعنا أنه الثنين أول ما يتزوجوا بعد سنة سنتين بالكتير لازم يكون عندهم أولاد لكن ما ننظر يمكن لعمر مرات الأم والأب ما ننظر لغروفهم الاجتماعية هل هم حتى ذهنيا قادرين أنهم يتحملوا هاي المسئولية يعني مش كل حدا متجوز على طول مستعد أنه يصير أب أو أم طبعا شو في أشياء لازم مثلا ننتبه لها كأزواج أو مقبلين أن نكون إحنا أهل لأبناء الأشياء اللي أنا حاسس أني لازم أشتغل عليها أو نقصيتني كأب أو أم أول شغلة لازم ننظر للعلاقة بين الرجل والمرأة هل هي علاقة مستقرة؟ نعم هل أساليب التحاور بيناتهم أساليب صحية أساليب سليمة؟ هل بنفع أني أنا أجيب طفل يعيش بيناتنا ويشوف شكل العلاقة اللي موجودة بيناتنا؟ إذا كان شكل العلاقة مستقر وفيه أسلوب راقي في التخاطب أسلوب هادئ في الحوار الاختلاف هذا شيء صحي موجود في كل البيوت إحنا مش ضد الاختلاف في وجهات النظر إحنا ضد أساليب الحوار الاختلاف لا يعني أنه إحنا نصيح لا يعني أنه إحنا ترتفع أصواتنا لا يعني العنف اللفظي العنف الجسدي مادام إحنا لدينا القدرة على التعامل مع بعض بأسلوب هادئ وبسيط معناته إحنا لدينا القدرة على التفاعل مع الأطفال هاي نقطة نقطة تانية الجو العام في المنزل هل هو جو مستقر؟ بمعنى شو؟ شو يعني مستقر؟ هل ينفع هذا الجو ينشأ فيه طفل طفل صغير؟ هل هذا الجو هادئ؟ ولا دايما في حالة صراع معركة؟ معركة حلبة معارك ما إحنا البيوت عندنا معارك هل الأم عندها القدرة للعطاء؟ عندها القدرة الضحي بوقتها؟ نفسيتها مرتاحة من جوه ما أنت لا تنسي أنه الأم التعبانة الغير مرتاحة اللي مش ما بتدير بالها على حالها هذه ما عندها قدرة على التعامل مع الطفل أبداً كذلك الأب إذا ما كان صحي نفسيته من جوه مرتاحة عقله كبير واعي لوجود طفل في المنزل صعب يتعامل مع الأطفال صح صح يعني عم تحكي عن نقاط مهمة جداً صراحة دكتورة لأنه إذا توقف عند الأم الأم بنا نحكي أنه في فئة عندهم نوع من الأنانية وعدم النضر أنه أنا هلأ متعودة حياتي إلي ووقتي إلي اللي بدي أياه بعمله لما يجي الطفل يمكن هي ما بتكون مستوعبة أنه هلأ حياتك رح تكرس لطفلك في أشياء أنت رح تضحي فيها ومن هون يخلق يمكن مرحلة الاكتئاب للأم وبتصير هي تكره حياته ومش متصالحة مع حالها للطفل والطفل والطفل نعم والزوج نفس الإشي مرات الزوج بيفكر أنه خلاص الطفل هو مسؤولية الأم وهذا خارج نطاقه هذه نقطة جداً غلط الطفل بحاجة لأب زي ما هو بحاجة لأم الأم واحدها لا تربي غير كافية للتربية للأسف هذه ثقافة عندنا إحنا أنه الأم هي اللي بتربي ولكن فعلياً الأم والأب يربوا معاً الطفل بحاجة لأم وأب صح مية بالمية إذا نحكي عن الخلافات هلأ مثلاً في أهل مش كتير متفقين وفي فكرة مغلوطة دكتورة أنه بيحكي بس يجي الطفل بتهدى الأمور بس يجي الطفل بنعقل بس يجي الطفل بتتغير حياتنا يعني بيجيبوا هذا الطفل وكأنه الطفل هو اللي يصحح حياتهم قديش هاي الفكرة كمان غلط هذا غلط كبير لأنه اللي فعلياً بيصير على أرض الواقع أنه بيلاقوا سبب تاني يختلفوا عليه رح تزيد المشاكل والتوتر لأنهم رح يختلفوا على تربية الطفل على أسلوب التعامل معاه على أسلوب التفاعل معاه تعميلات تعميل لا تحكي معاه هيك عرفتي كيف لا تتعاملي معاه بهاي الطريقة لابسي لا تلبسي فبالتالي إذا أنت كزوج وزوجة أصلاً مش مستقرين ما تجيبوا أطفال أبداً يعني لا تزلموهم لأنه حرام تجيب طفل وتتركه يتعذب الطفل في مراحل معينة ما بيستوعب شو بيصير حواليه خاصة تحت الست سنوات سبع سنوات لسه إدراكه غير مكتمل ما بيشوف إلا أصوات وصريخ وشجارات وصراعات في المنزل يعني هذا قاتل بالنسبة للطفل بيطلع شخصيته مهزوزة بيطلع إنسان ضعيف غير قادر على ضبط انفعالاته غير قادر على ضبط نفسه بيطلع توتر متوتر خائف نعم إحنا رح نحكي بالتفصيل قديش منفكر أنه هذا الجدال بينيه بين زوجي أو زوجتي ما في إله تأثير لكن إحنا على كبر رح نحكي عن تأثيره إنه بيضل محفور بنفسية الطفل هلأ فيه كتير أزواج مش متفاهمين لكن منشوف نمطين يا نمط إنهم بتفششوا في بعض قدام الأولاد يعني بيصير الزوج بده يهين زوجته قدام الأولاد والعكس منشوف نمط تاني لأ واعي إنه مش متفق مع زوجته بس على القليلة خايف على أبناء وقادر ينقل الخلافات فحكي لي إيش النمط الصحي أو إذا إحنا غلط عم نتصرف كيف نجعل نمطنا على القليلة إذا خسراني زوجي ما أخسر أولادي طبعا هلأ فيه مراحل عمرية معينة عند الأطفال بيدركوا إنه الإختلاف هذا شيء طبيعي بين الأم والأب نعم ومش غلط إنه إحنا نختلف بوجهات النظر لأنه هو بده يطلع يتعامل مع مجتمع والمجتمع فيه آراء مختلفة ومتعددة إذن إحنا مش ضد الإختلاف أساليب الحوار بين الأب والأم أمام الطفل هلأ ومش كل المواضيع إحنا منقدر نتناولها أمام الأطفال نعم في مواضيع حساسة صح ما منقدر نتناولها أمام الأطفال هذه منخليها لمكان خاص فينا أنا والأم يعني ممكن أنا أطلع مشوار برا نعود في كافية نعود في مطعم نتجادل في أي موضوع بالدكياء أو ندخل على غرفة النوم بصوت هادئ نتنقش في المواضيع اللي ما منقدر نحكي فيها أمام الأطفال هلأ في مواضيع مش غلط نحكي فيها أمام الأطفال خاصة إذا كانوا فوق العشر سنين ما في مشكلة فوق عشر سنين ما في مشكلة إنه شو؟ إنه في مواضيع معينة نختلف فيها أمام الأطفال عشان يدرك الأطفال إنه هذا إشي طبيعي إشي طبيعي إنه نختلف بوجهات النظر حتى نشارك ابننا إنه شو رأيت ماما بهذا الموضوع هل أنت بتفضل نعمل هيك ولا إحنا نعمل هيك طبعا بأسلوب صحي فبعد هو يتشارك معنا بالحديث وبصير نقاص جماعي الكل بتبادل فيه بالأراء هذا مش غلط إذا كان عنا الطفل كبير شوي في مرحلة الطفولة المتأخرة اللي هو فوق العشر السنوات هذه ما في مشكلة هلأ النقطة التانية إنه إحنا ما بدنا نحكي بكل المواضيع أمام الأطفال حتى لو كانوا كبارا منروح منطلع برا البيت أصلا هو لازم هيك لازم يكون في إلنا أوقات خاصة فينا كأهل خارج المنزل يعني هذا الحكي صحي لنفسيا إنه بيضل بيحافظ على خصوصية العلاقة بين الأم والأب حتى غرفة النوم يمكن مش كثير من صحي لأنه إلا ما يطلع الصوت وإلا ما يصبح الأبناء لا لا أنا مش مع غرفة النوم خلينا نطلع نغير جو ونتشارك بأوقات حلوة ونتبادل وجهات النظر نعم أندي أرجع للفئة العمرية مثلا تحت العشر سنوات بتنصحي أنه الأهل تماما ما يعني يظهروا أي نوع من وجود الخلافات أو المشاكل يبعدوا الأبناء عن أي نوع من أنواع التوتر أنه في علاقة متوترة أنا بفضل هيك بفضل هيك لأنه كل علماء النفس أجمعوا على أنه شخصية الطفل 70-80% من شخصية الطفل اللي بتتكون بأول 7-8 سنوات نعم فأي توتر هو في البيت حيحسه أي قلق حيتشربه حيمتصه صح وحيعيش بداخله إذن يعني نصيحة مهمة أنه بالفعل نحاول نمتنع تماما عن الخلافات أمام الأبناء تحديدا وما نخليهم هم الضحية يعني شفت أمك شو سوى شفت أبوك شو سوى هاي الجمل وكأنه منصير إحنا أعداء لكنه بالنهاية الطفل هذا أبوه وهذا أمه تنين غاليين عليه فليش يحاول أنه ياخد حزب أو يحكي أنه هذا غلط على حساب الشخص الأسوأ من هيك دانا للأسف الأسوأ من هيك أنه مرات الأباء والأمهات بيستخدموا الأطفال كأداة للاستفزاز الآخر يعني بيستخدموهم عشان يستفزوا اللي قدامهم عشان يأهروا اللي قدامهم وهذا شيء سيء جدا جدا وما تتخيلي حجم الأذى النفسي اللي ممكن يقع على نفسية الطفل في هاي الحالة 100% إذا بنحكي عن التأثيرات ومنعرف أنه في كتير أبناء صاروا يكرهوا فكرة الزواج وفكرة الارتباط من وراء بس تجربتهم مع أهلهم نموذج الأب والأم وبالإضافة لأنه أعطيني مثال لتينين مبسوطين يعني إحنا دائماً بنشوف النماذج حولينا للأسف وللأسف مش كتير مثالية أو حتى قريبة من المثالية قديش هاي التأثيرات بتكون واضحة نفسياً على الأبناء وكيف ممكن مثلاً إذا في خلاف وشاهدوا الأبناء يتخطوا يقدروا يكملوا حياتهم طبيعي ما يأثر عليهم باختيارهم لأزواجهم أنا مبارح أنا وبنتي كنا قاعدين مع بعض حاولنا نحصي قديش في عنا حوالينا عائلة مثالية يعني بتربي أطفالها بطريقة صحية للأسف للأسف طلعنا عيلة أو عيلتين فيعني نسبة العائلات زي ما ذكرت حضرتك اللي بيربوا بطريقة صحية سليمة للأسف للأسف قليلة جداً طئيلة جداً طبعاً وهذا ناتج لنقص الوعي الصحي النفسي عنده الأم والأب صحي وطبعاً أكيد مية بالمية بس يشوفوا نموذج فاشل في العلاقة الزوجية في الحياة الزوجية أكيد رح ياخدوا فكرة سلبية عن الحياة الزوجية ورح يعد للمليون في المستقبل قبل ما يرتبط أو يقلد أبوك يعني إذا قلت أبوه كيف كان يعامل مرتب هو يا حرام بيكون ما بده يقلد أبوه بس لا شعورياً بيقلد أبوه وبتنقلب حياته لنفس الصورة عن حياة أمه وأبوه نعم للأسف بس في مرات نموذج أنه الأب مثلاً واعي والأم غير واعية أنه بتشارك أطفالها بيق المشاكل أو العكس أنه الأم بتحاول تحتوي المشكلة وتحبب الأبناء بالأب والأب لسه بده يطلع زوجته هي الغلطانة في طرف من الأطراف لما يكون مش التنين غلطانين يعني شخص واعي والآخر للأسف بده يخرب حياة المنزل والهدوء في المنزل شو التصرف الأنسب؟ هنا لازم الطرف الواعي نناضج بين الطرفين يشتغل كثير على الطرف الآخر وما في أم أو أب ما بيحبوا أطفالهم نعم وإحنا يعني عند أبنائنا من عد للعشرة فبالتالي على الأم الواعية أو الأب الواعي يشرحوا بشكل مستمر للطرف الثاني أنه إحنا عنا أطفال نعم بدنا نربيهم بطريقة صحية سليمة ولازم نشتغل على أنفسنا ونضبط انفعالاتنا أمامهم حلو موضوع مهم وهو نوع للعديد من المشاكل في المجتمع لنكون إحنا مجتمع عم نحكي عن الحضارة عم نحكي عن الديمقراطية لكن نقدر إحنا نمارسها على قليلة جوة في بيوتنا المنزل إذا بتحب هيك تواجهي نصيحة أخيرة لزوجة بتعاني من مشاكل زوج أيضا مش متفق مع زوجته ولكن ما بدهم أبنائهم يتضرروا من هذا الخلاف يعني أنا بقول بوصي كل الأمهات والأباء يبعدوا أولادهم عن خلافاتهم الشخصية أولادهم ما إلهم دم أبدا في اختياراتهم هذه في النهاية اختياراتهم فهو يتحملوا مسؤولة اختياراتهم ويحاولوا قدر الإمكان أدما من نقدر نحافظ على جو هادئ داخل المنزل عشان ما يهربوا الأطفال إلى خارج المنزل صحيح بدنا نحافظ على جو خالي من القلق خالي من الخوف خالي من التوتر عشان ينمو الأطفال في جو صحي سليم صحيح لأنه بالنهاية هم مائلهم زمهم أنت اللي اخترت زوجيتك وهي اللي اختارتك خليني بس دي أخد رأيك دكتورة بالنسبة إحنا طرحنا سؤال تفاعلي إنه قديش إحنا كأهل إذا في خلاف بين الأزواج منقدر إنه نسيطر عليه وما يظهر أمام الأبناء نعم ولا خليني أشوف نعم أدي أخذت أربعين بالمية وستين بالمية لا يعني إحنا للأسف إذا عم نحكي إنه ما في كتير أسر مثالية النسبة عم تثبت لنا الواقع إنه ستين بالمية من الأشخاص ما بيسطر على خلافاتهم أمام الأبناء دبت حسي هذا واقعي يعني هذه نسبة بتخوف نعم للأسف يعني على أمل توصل الرسالة وهذا هدفنا دائما بها الفقرات دكتور لنا خليفة أخصية الصحة النفسية شكرا لأحصلك أهلا وسهلا فيك شكرا